كرات الزعتر الاخضر بالجبنة الحب هادول الكرات انو الزعتر الاخضر والجبنة مخلوطين بنفس العجينة فبتطلع معاك العجينة هشة من بره ومن جوه طرية والجبنة دايبة وماطة بطريقة كتير حلوة تخيلوها مع كاسة شاي والدنيا عم بتشتي بره مافي اطيب من هيك بالبداية رح حط اربع اكواب من طحين ساسي نص كوب من اللبن معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة وعندي كوب من الزعتر الاخضر اللي انا فارمته وبعدين نص كوب من زيت الزيتون باعجنهم كله هاتهم بمي دافية بعد ما اعجنهم وتبلش العجينة لم بضيف كوب من الجبن النابلسي او جبنة الحلوم انا مستخدم السراحة جبنة الحلوم خلطتهم كتير منيح مع بعض او عجنتهم بعدين حطيتهم بصحن دهنت وجهها بزيت زيتون وتركتها ترتاح تقريبا نص ساعة بعد هيك ببلش اقطح على شكل كرات بحشيها من جوه كمان يا جبنة حلوم يا جبنة مزللة الموجود عندك بالبيت بزبط بس الطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة بصفتهم على صنية الخبز بدها نوجههم زيت زيتون وعلى الفرن على حرارة ميتين لياخدوا لون حلو وصدقوني بتشحي بتشحي